السلام عليكم الاخوان اتمنى انكم تكونوا بخير والاخير مرحبا بكم في فيديو جديد كيفما كتعرفوا يعني مؤخرا من بعد يعني الزيادة دي العدد الحالات اللي كينادي الكورونا مبقناش يعني كنخرجوا يعني بوحد الحرية وهذا الفكرة دي اليومان ان شاء الله نحاول دير لكم يعني نوريكم السوبر مارشي اللي كيكون في الجامعة هو كي تسمى بحل نموذج من السوبر مارشيات اللي هاتلقا في الجامعات اكو باش كون عن فكرة عن طلبين يعني بنسبة السوبر مارشي في الجامعة كيف اشدير كونو كي يكون فيها احما Antarctica whoa 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 where whoa 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 헛ة ما هو الحويج لي يعني بشت treدانة مشترى ان الحويج تتحضر ما يشريش يعني كين بزبدي الحويج انا حاول او او له غكم ايانا مش هيقل ان شiance للسوبر مارشي الابره راكن دجاج ادرتو توح تصلي الفيديو اذاك الي فيديو راكن تنظري لحطوكم هنا باش لماذا تشاف اشوفو Northwest what are more looking at Najon انتلاقنا الفكرة جاءت من هذا الفيديو لكي نرى هذا السوبر مارشي الجامعة كيف تفعله واذا سيجعله ان شاء الله أبقى معي ونذهب ان شاء الله على بركة الله كلمة تشاوشا باللغة الصينية ملحانوت المهمة الأخوان رغير داحكين بالنسبة للسوبر مارشي هذا السوبر ماركت هذا السوبر ماركت يكون في الجامعات هذا نموذج من النماذج كثير من الجامعات كتلقوا فيها بزاف الأغراض التي تقدروا تشاريعهم على سبيل المثال يعني بالنسبة الكوكيز يعني كيكون ذاك شي صراحة كثير والأتمنة تكون متفاوتة أتمنة اللي هي غالية يعني أتمنة اللي هي يعني رخيصة في التامن وصراحة بحالة شي صراحة ما بقيتش يعني ما بقيتش يعني ما بقيتش كنشري هذا شي ما عندكش أصلا بشتشري هذا واحد من اللي هي بسكوي هما دي الروسيا وهذا ولكن هو غالي في التامن تقريبا دير شي 12 ريمين بي حاليا سوبر مارشي تقريبا فارغ لأن الأغلبية طلاب الصينيين عادوا على المنازل ديالهم وبقي تقريبا بعض طلاب الأجانيب وبعض الأساسي ديال الأجانيب هما اللي متبقين في الجامعة وهذا الناس اللي بتشتغل في الجامعة هذي الأشياء هذي تقريبا كل حاجة بتامن ديالها إن إلا كانت أي حاجة غير واضحة ممكن أن تسألوني يعني في التعليقات واعتذر عن جودة التصوير هذا بالنسبة للشيبس الصراحة بالنسبة للشيبس هناك أنواع كثيرة كثيرة جدا من أنواع الشيبس وتمنها الصراحة رخيص ولكن لا أنصحكم بأن تشتروا الشيبس هذا نوع من القهوة صراحة أول مرة أشاهد هذا النوع من القهوة موكا وأدنا كابوتشينو وقهوة لاطي صراحة أنا أخذت تقريبا ثلاثة عينات من هذه القهوة لكي أجربها لأن كانت عندي القهوة يعني 2.6 أتركوا لي في التعليقات إن كان تمن القهوة فهو غالي لأن بالنسبة للصين أو أنا كواحد يعني يعيش بالصين هذا التمن يعني غالي غالي بالنسبة 2.6 وتقريبا 1.3 و 1.5 هو التمن المعمول به هنا هذا بالنسبة لبقية الشيبس يعني صراحة الأتمنة مقارنة بأوروبا وأمريكا والدول الأخرى يعني رخيص كتير حتى اليابان غالية اليابان غالية وكوريا أيضا غالية وبقية الدول يعني في دول آسيا يعني غالية صراحة التمن أما بالنسبة للصين فهي المعيشة فيها أرخص هنا فقط يعني بعض الأنواع الشيبسات الموجودة يعني في الجامعة هناك شيء كتير صراحة سوف تشاهدونها في الفيديو هنا تمن القهوة يعني حسب يعني أي نوع تريد من القهوة بالنسبة كما قلت لك في الأول تمن واحد ريمين بي أنا سوف أعطيك كم يساوي يعني حاليا حاليا بالنسبة لواحد ريمين بي تساوي 1.39 درهم تساوي 0.16 دولار 0.13 يورو و20.71 دينار جزائري يعني هذا أول يعني الناس علشان تعرف قيمة الريمين بي الصيني هذا يعني المكان مخصص للشاي يعني كل مناطق يعني في السوبر ماركت تجدوا يعني مكان الشاي مكان القهوة مكان الأغراض النسائية مكان هذا المأكولات كل مكان يعني مخصص للحاجة معينة هذا نوع من أنواع الحليب يعني بودر موجود هون في الصين تمن الصراحة غالي يعني الصراحة تمن غالي هذه الأشياء يعني أخذها كثير يعني علشان يعني بعد تداريب أكلها أو خلال إفطار يعني أنصح بها الشباب يعني التي لا تأكل الفطور أن تأخذ من هذه الأشياء جودتها جيدة وتمنها أيضا جيد والصراحة أنا تقريبا أخذ واحد يوجد على اليسار سوف أريكم هذا الذي أخذ هو هذا هذا التمن تقريبا 17 ريمين بيه تقريبا بالدولار 2.64 دولار هذا الصراحة هو اللي بأخذ كثير علشان يعني الفطور أو بعد التمارين الرياضية هذا 17 ريمين بيه هون هذا القسم يعني للبسكويثات صراحة لم أعد أتناول هذه الأشياء فقط سكرية زائدة غير نافعة بيسكويت كوكيز هناك أشياء صراحة كثيرة كثيرة أريد أن أكلها لكن حاليا لا أستطيع لا أريد هذا البيسكويت هو من هذا من الملح جودته أيضا جيدة تقريبا في حياتي أكلت يعني من 2 أو 3 جودته جيدة وهذا الفوق يعني أيضا جودته جيدة بس ثمن غاري شوي أنا تقريبا أحاول أن أتكلم يعني باللغة العربية الفصحة لكي عندما يشاهد تقريبا بقية الجالية العربية الفيديو ممكن أن يفهمون قليلا عليه كما تلاحظون يعني حتى بالنسبة للسوبر ماركت هناك يعني أشياء يعني أماكن فارغة لأن حاليا يعني نحن في جائحة كورونا كورونا عادت للصين ولهذا يعني هناك أشياء كثيرة غير متوفرة حاليا هذا المكان مخصص يعني للخبز مخصص يعني للكيك هناك أشياء كثيرة الصراحة ولكن لا أنصح بها لأن جودتها الصراحة ضعيفة جدا والتمن رخيص يعني تشوف زي هذه تقريبا 10 كيكات بسبعة ريميمبيات بس الجودة ضعيفة كثير الصراحة كنت أكل هذه وكنت أجربها يعني لو لم أجربها لن أقول لك يعني بالنسبة للجودة يعني الصراحة الجودة ضعيفة جدا ولم تقريبا منذ أربع سنوات لم أعود أكل هذه الأشياء كنت صراحة من قبل كنت أكلها دائما كل يوم بس بس الآن حاليا لا أكل هذه الأشياء هناك أشياء صراحة كثيرة يعني بالسوبر ماركت هناك يعني هذا فقط يعني أقول لك داخل الجامعة يعني خارج الجامعة سوف تجد أشياء كثيرة جدا ومختلفة يعني هذه الأشياء فقط يعني داخل الجامعة يعني الإنسان يعني لا يحتاج يعني يخرج للخارج تقريبا تقريبا أي حاجة يعني يحتاجها الطالب علشان يأكل أو شيء ممكن يلاقيه هذا المكان هذا المكان فيه أشياء يعني بالنسبة للسكريات إلى آخرها هذه الأشياء أيضا لم أعود أشتريها لأن فقط سكريات مراكبة وزائدة لا تصلح للجسم أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يحبون بين قوسين في المغرب الزريعة هذا نوع من أنواع الزريعة التي سوف تلاقي في المغرب لا أعرف الزريعة كيف نقولها ربما باللغة العربية الفصحة مهم الزريعة في المغرب يعني هذه تقريبا ستة ريمين بي يعني جيدة تمنى تقريبا مثل المغرب بالنسبة للأشياء هون صراحة لم أتدوق هذه الأشياء ولكن لا يمكنني أن أتدوق أول شيء لأنها ليست حلال على سبيل المثال أنظر إلى أرجل الدجاج تبع على هذا الشكل هذا شيء بالنسبة لي أنا مقرف صراحة لن أأكل هذه الأشياء فاخد الدجاج بهذه الطريقة ويكون حار جدا وليس حلال يعني لا أنصحكم أخواني بهذه الأشياء يعني بعض المرات يعني المصارين يعني التحلوف أو الخنزير وأشياء يعني حتى يعني بالنسبة من هذا من البقر والغنم يعني أشياء صراحة بالنسبة لمقرفة لا أتناولها لكن الصينيين يتناولونها بشكل كثير يعني يحبون هذه الأشياء يعني الصينيين إن كنت يعني خاصة طلبة وهذا الزوجات التي تكون حاملة أو شيء من هذا القبيل يعني يتناولون هذه الأشياء يعني بشراها هون الكوفيتير هذا تمنه تقريبا أرأى عارمين بي وهذا الأشياء أيضا لم أعود يعني أشتريها هون في يعني مكان بالنسبة للخبز والكيك هذا تقريبا جودة أحسن يعني من الأول ولكن هذه الأشياء أيضا لم أعود أشتريها يعني أحاول يعني تفادي هذه الأشياء يعني أول شيء غير صحية وجودة تاعة تقريبا ضعيفة كثير كما تلاحظون هناك أشياء كثيرة الصراحة غير متوفرة غير موجودة نظرا لقلة الناس يعني بالجامعة هذا المكان مخصص يعني للمشتقات الحليب بالنسبة للحليب حتى الحليب سوف تلاقون في يعني حليب حلال أو حرام بالنسبة لهذا الياغورد صراحة الشريح كثيرا موجود يعني في الموز والفريز يعني الكرز ويعني الأشياء يعني كثيرة حتى بالنسبة للتفاح هون كنت أبحث صراحة عن علشان أوريكم يعني الألامة الحلال ولكن لم أجدها في هذا المنتج هذا غير متوفرة فيه وفي بقية المنتجات الحليبية صراحة غير موجودة لم ألاقيها يعني عملت يعني تشكل كل هذه الأشياء يعني بالنسبة لل علشان أوريكم يعني هذا بتاع الحلال لكن لم أجدها ولكن صراحة أحيانا أستخدم يعني أشتري من هذه الأنواع من الحليب يعني صراحة ربما تكون الجيلاتين ربما من الخنزير لهذا لا يعملون يعني لا يعملون للحليب يعني أنه حلال لأن في الصين يعني هذا العلامة الحلال هي شيء يعني ضروري أن تكون في المنتج يعني المسلمون يشترون فقط يعني من هذه العلامات وبالنسبة الأغراض الأخرى سوف نحاول يعني نشوف الأغراض الأخرى هذا أيضا نوع من أنواع الحليب صراحة هناك أنواع كثيرة كثيرة من الحليب يعني كثيرة جدا ومختلفة وأنواع يعني العصيرات أيضا أنواع العصير مختلف هذا يكون يعني من الحليب لهذا هو موجود بجانب الحليب أن هناك أنواع أخرى من العصير يعني التي توجد يعني في المكان آخر بجانب الكولا بس هذه الأشياء الصراحة أحاول أن أتفداها يعني هذا الحليب أيضا جودة جيدة أنصحكم به هذا الحليب تقريبا هذه الأشياء صراحة هناك أشياء كثيرة يعني أنواع أخرى من الحليب غير متوفرة هنا لأن يعني لم يحضرها يعني للسوبرماركت الآن سوف نمر يعني المكان ثاني بعض الأصدقاء أيضا قالوا لي بأنه هذا يعني منتج يعني جودته جيدة لكن صراح لم لم أشاهده من قبل يعني لم أشربه حاليا بالنسبة لهذه الأشياء هي متعلقة بالإندومي يعني هناك أشياء كثيرة الصين معروفة معروفة كثير يعني بالإندومي والناس يعني الصينيين يأكلونها تقريبا يوميا خاصة إن ركبت القطار القطار البطيء سوف تلاقي كل الناس تأكل منها أنا الصراحة كنت أكل من هذه الأشياء ولكن تقريبا من تقريبا أربع خمس سنوات لم أتناول هذه الأشياء سوف أخذ هذه فقط لأوريكم يعني من يعني كيف يعني هي عاملة من الداخل سوف أعمل عليها فيديو علشان نوريكم وهذه الأثنتين يعني الأولى والتانية هما يعني من هذا من السيفود يعني ليس من اللحم أو غير موجود بها يعني مشتقات يعني الغير الحلال أما الأشياء الأخرى تقريبا فهي غير حلال أغلبيتها يعني من الخنزير أو لحم البقر وأنا لا أتناول يعني الحار يعني سوف تلاقونها يعني حارة جدا يعني هذا باللغة الإنجليزية بورك وهذا السيفود مكتوبة هون السيفود يعني توجد يعني باللغة الصينية إن كنت لا يعني تعرف كيف تتكلم باللغة الصينية سوف تلاقي آآ اللغة الإنجليزية مكتوبة يعني كتابة صغيرة هذه الأشياء يعني كنقول يعني في المغرب الكشعر يعني موجودة صراحة هون ولكن الجودة ضعيفة جدا جدا مقارنة بالمغرب يعني ضعيفة مقارنة بالمغرب بمقارنة بدول أوروبا يعني الجودة صراحة هذي الأشياء تقريبا هذي تقريبا آخر مرة الشريط يعني من هذه الأشياء تقريبا في منت ست سنوات تقريبا يعني هذه الأشياء لم أعود أشتريها لأن الجودة سيئة جدا هذه أيضا بعض الأشياء بعض المكسرات نسميها المكسرات يعني بعضها يعني من هذا من لحم الخنزير يعني لازم يعني ترد بالك رد بورك لاحظتم يعني لازم ضروري يعني ترد بالك يعني من الأشياء اللي تكون مشتقتها من الخنزير هذه الأندوميه اللي بالأحمر يعني حارة جدا جدا يعني تمنى تقريبا هو مناسب بالنسبة للصنين يعني تمنى رخيص جدا ولكن الجودة أو من ناحية الصحية فهي غير صحية مئة بالمئة يعني أشياء وألوان عجيبة ومتنوعة هنا يعني في أشياء يعني مثل الشوكولاتة أو أشياء يعني مختلفة علكة أو يسمونها في الدول العربية الليبان آآ من بالأشياء الأخرى اللي مهمة من غير يعني من غير الإندومي هناك أشياء أخرى سوف أتكلم عنها الآن التي الصراحة هي بالنسبة لي غالية جدا وهي يعني الفواكه الجافة مثل اللوز البستاش يعني الفستق باللغة العربية دون أنه الفستق يعني هذه الأشياء تقريبا هنا في السوبرماركت غالية صراحة وممكن تشترونها بتمنى رخيص على الطوبة يعني من الإنترنت هذا تقريبا لازم أنا أعمل عليه فيديو لكي تعرفوا ما معنى الطوبة أو كيف تشتري عبر الإنترنت تقريبا الحاجة تكون يعني في السوبرماركت هون تعمل عشرة ريمين بي ممكن تلاقيها عبر الإنترنت يعني تعمل فقط واحد اثنين ثلاثة ريمين بي هذه الأشياء يعني الأمهات اللي تتعرف هذا بالنسبة للريدبول الصيني هو مختلف كثير عن الريدبول التي سوف تلاقي يعني في أوروبا أو في الدول العربية أصبح حاليا تقريبا هذا المنتج أصبح أيضا أيضا بالدول العربية ولكن ليس مثل الريدبول الزرقاء التي نعرف هذا أيضا مشروب طاقة بالنسبة للتمن هو رخيص هنا في الصين يعني مش غالي كثير هذه القهوة كنت يعني كنت شربت منها من قبل علشان فقط أجربها 5.5 ريمين بي هو تمن غالي بالنسبة لي هذا أيضا آخر أول مرة أشاهده من القهوة يعني قهوة يعني باردة هما الصراحة هناك أشياء غريبة سوف تلاقيها يعني في دول آسيا يعني قهوة باردة هي موجودة يعني سوف تلاقيها في ستارباكس في الدول العربية وفي أوروبا ولكن الناس كافي وهذه الأشياء يعني بهذه الطريقة يعني ممكن حتى تلاقيها في الدول العربية ولكن هناك أشياء كثيرة تنصدم بها هنا يعني بالنسبة الماء الماء تقريبا هذا يعني هذا جودته عالية يعني حتى بالنسبة الماء هناك يعني قننة لي هي مختلفة على سبيل المثل هذه قننة العاصر بـ 2 ريمين بي تقريبا فيها أكثر من لتر أو لتر ونصف تشرب حتى الغد يعني زي الماء نقول في المغرب الماء والزغريض يعني 2 ريمين بي لتر ونصف من العاصر يعني ثمن يعني رخيص جدا أو بخص هذا بالنسبة الكولة الكولة أيضا لا أنصح صراحة بشربها إن كنت يعني رياضي ثمنها في الصين صراحة رخيص رخيص جدا هذا بعض المشروبات أيضا بالنسبة المشروبات الطاقية ليس مشروبات كحولية بالنسبة المكان الذي يوجد في الكحوليات لن أريه في الفيديو لأني لا أشجع في الفيديو يعني لا أعمل يعني تشجيع يعني الشرب الكحوليات أو الخمر أو السجائر أو إلى آخره لهذا لن أمر على ذلك المكان بالأشياء الأخرى نشوف هون هون بالنسبة هذا نوع من أنواع أيضا زي أنواع المرتدلة هذا بها يعني العلامة التي قلت لكم يعني حلال هذا يعني منتج أنه حلال تشينجان تعني أنه منتوج حلال وهذا مصنوع من هذا من يورو يعني مصنوع من اللحم البقر وصراحة بالنسبة لهذا كنت اشتريت منه يعني جودته جيدة الصراحة يعني الوحيد الذي كنت اشتريته جودته جيدة بالنسبة الأشياء الثانية إن شاء الله هون عندنا يعني بالنسبة للسكر السكر نحن نقول في المغرب سانيدة لا أعرف بالنسبة في الجزائر هل هو نفس تسمية أم ده اسمه هو مختلف خلولي إن شاء الله في التعليقات بالنسبة لكل الصينيين سوف تلاقي عندهم مثل هذه الزجاجات يعني يعملون فيها الماء الساخن لأن الصينيين يحبون شرب الماء الساخن يعني صراحة داخل السوبر ماركت اللي هو بالنسبة لي صغير يعني سوبر ماركت الجامعة الصغير هذه بالنسبة للفتيات التي تريد أن تشاهد وجهها في المرئات يعني تقريبا كل الأشياء التي تريد يعني الأشياء يعني ليس الأساسية ولكن الأشياء التي ربما قد يحتاجها الطالب يعني لكي يشتريها بسرعة يعني من الجامعة كما نقول في المغرب ملحنوت ربما يعني ملحنوت المغربي وأكبر منه شوي ليس شوي شويتين هذه الأشياء يعني ربما قد يحتاجها أي طالب أيضا هون علشان مواد تصبين أشياء صراحة هون علشان يعني البانيو صندالة لا أعرف في الدول العربية كيف تقولوني هذه الأشياء يعني نال نال نحن نقول لها في المغرب صندالة حلومة هذه بالنسبة للمواد تصبين مواد تصبين ومواد غسيل أواني هناك يعني أشياء كثيرة وأتمنى صراحة متفاوتة تقريبا أكثر الأشياء المعروفة يعني في الدول العربية عندنا أريال عندنا تيد أيضا موجودة في الصين سوف تلاقيها في الصين هذا أيضا الأشكال والأنواع صراحة يعني التيد هذا تقريبا تمن وتسعة عشر ريميمبي غالي ولكن هذا التيد مصحوق اثنين ريميمبي هذا رخيص جدا جدا أرخص يعني ربما من من المغرب أريال أريال يعني في كل أنواع حسب أنت هذا الصافون أيضا موجود بالأشكال والأنواع ولكن يعني ملاحظة يعني التمن أرخص أرخص بكثير من هذا من دول أوروبا أرخص بكثير يعني ثلاث مرات أو أربع مرات أرخص من أوروبا وأرخص أيضا من أمريكا وأرخص أيضا من اليابان وكوريا هذا ما كان بالنسبة للشامبو وهن موجود تقريبا أنواع كثيرة من الشامبو هذا بالنسبة للفتيات التي تعمل ماسكات هناك ماسكات لي هي صينية بس الأغلبية يعني الصينيين يجلبون يعني الماسكات من كوريا يعني كوريا معروفة بجودة الماسكات والجودة الفتيات الكوريات يعني استخدمنا الماكياج بشكل أكبر هذا بالنسبة للرجالي يعني بالنسبة للشامبو تقريبا أنواع الشامبو المعروفة يعني هنا ربما سوف تجدونها يعني مثل البونتين فهو أيضا موجود كلير أيضا موجود هذا هو البونتين أيضا شولدرز أيضا موجود يعني صراحة تقريبا الأشياء يعني كثيرة يعني اللاقعة يعني في ملحانة المغربي هي موجودة أيضا هون عادوا بالنسبة ليدين بالنسبة الفتيات هما التي يعني عندهم خبر في هذه الأشياء يعني هما يعني تقريبا سوف يعملون نستوب للفيديو علشان يقارنوا يعني الأتمينة كما قلت لك بالنسبة للدرهم المغربي واحد رمينبي يساوي واحد فصيلة تسعة وتلاتين تمانية وتلاتين سبعة وتلاتين رمينبي هذا من زيت الزيتون يعني هناك أشياء صراحة كثيرة كثيرة هنا بالنسبة للفرشات الأسنان هذا بالنسبة للفتيات لن أخذكم على هذا المكان فقط مخصص للفتيات لا تعملوا زوم هنا هذا المكان بالنسبة للمناشيف نقول لها في المغرب الفوطع لا أعرف في الجزائر هل هي نفس التسمية أم لا حتى في تونس لأن هناك طلبة من تونس يتفرجون أيضا ومن مصر ومن الدول العربية أتمنى على الأقل إن كانت نسبة تلاتين أربعين في المئة من طريقة شرحي مفهومة عندكم أتمنى أن تعملوا لي لايك وإن شاء الله نكمل بهذا الأسلوب وإن شاء الله لأن أول مرة صراحة أحاول ما كنتش صراحة ما كانتش عني الفكرة أنني أعمل طريقة الكلام بهذه الطريقة أكون سوف أتكلم فقط باللهجة المغربية ربما سوف أفهمها فقط المغاربة والجزائريين وبعد تونسين هنا بالنسبة للمناشيف والمناديل التي تستخدم في الحمام هناك صراحة جودات كثيرة بالنسبة لما كما قلت لكم هناك صفوف متنوعة وأتمنتها متفاوتة حسب أنواع الأملاح المعدنية المتواجدة بها كل حاجة الصراحة فهي مختلفة كل شيء مختلف هنا بالنسبة لبعض مشتقات حريب وهون بالنسبة لأيس كريم هناك أشياء كثيرة صراحة هناك أشياء غير متوجدة هناك المكان مخصص للفواكب لكن مع العطلة حالياً صاحب الفواكب فهو دهب تكون فواكب كله أتمنى الصراحة يكون الفيديو يعني نال إعجابكم نلتقى إن شاء الله في فيديو تاني في الأسبوع القادم إن شاء الله وسوف أحاول يعني أنا تكلم عن جودة الأكل الصيني سوف أأخذكم يعني على مطعم الجامعة على أنواع الأطعمة التي توفرها يعني الجامعة فقط بالنسبة لأطعمة الحلال يعني فقط بالنسبة لأطعمة الحلال بالنسبة لبقية الأطعمة لأن أغلبية يعني المطاعم الموجودة يعني داخل يعني الجامعة تقريباً كلها أغلقت متبقي حالياً فقط المطعم الحلال هو الذي يشتغل حالياً في العطلة سوف أريكم يعني تقريباً كيف يعني تكون الأطعمة الأتمنات الأطعمة إن شاء الله ترقبوني في الأسبوع القادم إن شاء الله وأعتدر عن اللغة العربية الفصحة وعن بعض كلمات التي كنت يعني كنت استخدمها يعني باللهجة المغربية يعني لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير أو بارتاجي مع أخوتك وشكراً بزاف على المتابعة ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم وشيء آخر إن كنت شاهدت هذه اللقطة يعني في آخر الفيديو أنا أعرف أنك يعني من المتتبعين الحقيقيين لأنه صعب فيديو تقريباً طويل وتكون وصلت حتى لهذا المشهد فأنا تقريباً متشكر يعني أنا متشكر لك كثيراً ولا تنسى يعني تعمل لي يعني اللايك وخليلي فقط يعني تعليق كيفما كان حتى ولو كانت فقط نقطة في التعليق علشان آآ تكون تعليقات كثيرة ولما تكون تعليقات كثيرة يعني يكون هذا الفيديو يأخذ يعني ما كان يعني في البحث يعني لما يكون يعني الناس الآخرين الذين لا يعرفوا القناة سوف يجدونها يعني بطريقة أسهل شكراً لكم ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وتحياتي وإن كان عندكم أي استفسار عن الأتمينة أو أي شيء رسلوني في التعليقات أو عبر الإيميل أو عبر الإنستغرام شكراً لكم